نروح لخبر تاني والرئيس السيسي يوجه ببدء حزمة اطلاق مشروع القومي لتأمين الصحي الشامل من خلال خطة الحقيقة مهمة جدا من مكونة من أربع نقاط هقولها لحضراتكم حالا حيث اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ودكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وصرح السفير بسام رودي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية ان الاجتماع تناول متابعة لتنفيذ حزمة اطلاق المشروع القومي لتأمين الصحي الشامل وما يتضمنه من اجراءات تشمل مراجعة اوضاع بنوك الدم على مستوى الجمهورية ومشروع جمع وتصنيع مشتقات الدم والبلازمة واخر مستجدات القضاء على قوام انتظار مرضى التدخلات الجراحية العجلة موقف الوحدات الطبية المتنقلة التابعة لوزارة الصحة دول الاربع نقاط اللي تناولتهم الخطة تناول الاجتماع كمان متابعة لتنفيذ مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي هنتكلم فيها في التفاصيل النهاردة والكشفة على الامراض السارية كمان وجه الرئيس في هذا الاطار بالمضي قدما في ارجراءات وخطوات حزمة اطلاق المشروع قومي للتأمين الصحي الشامل وسرعة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالبدء في هذا المشروع وجه ايضا الرئيس بالاستفادة من الخبرات العالمية فيما يخص تنفيذ مشروع جمع وتصنيع البلازمة في مصر لا يتم بالفعل تنفيذه وفقا لأعلى المواصفات القياسية العلمية وبما يساهم في امتلاك القدرة والتكنولوجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى الدولة